اشتركوا في القناة والذي يلعب دورة ريدي تصدر التيرانج التركي في المسلسل بعد ان ظهر في العديد من المشاهد الى جانب النجمة التركية نسيهان اتاجولة والتي تلعب دورة ناري في المسلسل بات بطل مسلسل ابنة السفير تنجين اكيوري في ازمة حقيقية بعد عرض حلقتين فقط من احداثه منذ بدأ عرض الحلقة الاولى للمسلسل التركي استطاع النجم الشاب اراز ابل احتلال مساحة واسعة في قلب الجمهور التركي والعربي مطالبين بان يجري تعديل السيناريو ليكون هو حبيب ناريه بديلا عن تنجار كيفه والذي يلعب دوره النجمة التركية اندن اكيوري لما اظهره تنجار من عنف في الطريقة التي تعامل بها مع حبيبته ناريه بعدما علم بتعرضها لاعتداء جنسي واعلنت الصفحة الرسمية للعمل عبر تويتر استفتاء لتقييم مدى تفاعل الجمهور مع شخصيتين تنجار التي يجسدها انجين اكيوري وشخصية صديقه غيديز اوراز ابلو وذلك بعد ردود الافعال المتوالية على الشخصيتين وشهدت الحلقة الرابعة من المسلسل بنسبة مشاهدة عالية كالسابقاتها وتصدرت الترنت قبل عرضها وبعد العرض وجاءت نتيجة التصويت صادمة اذ عبر المصوتون عن رغبتهم في ان يصبح الثنائي الرئيسي للعمل هما ناري وغيديز بنسبة 64% مقابل 36% ممن يرون ان الاحداث يجب ان تسير كما هي بين البطلين ناري والسنجار يذكر ان من يقوم باخراج العمل قام بنشر صور جديدة تجمع بينه وبين كل من الممثل انجين اكيوري واراز قبل وانزليهان اتى جول قبل بداية الحلقة وضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي هذا التصويت استغلته بعض الصحف التركية لانتقاد انجين اكيوري بشدة حيث قالوا انه يحصل على اجر اعلى مقارنة بزميله الذي يلعب شخصية غيديز ويبدل كل الجهد من اجل تحويلها لشخصية محبوبة وداعمة للبطلة حيث طالبت شركة الانتاج بالضغط على كاتبة العمل من اجل تغيير المساحة الزمنية لشخصية غيديز على الشاشة كي يحصل على اهتمام اكثر اشتركوا في القناة